الصفحة هذه العام الماضي شاب الاختبار منها يعني ما خرج منها اختبار وهي للأسف صعبة شوية لكن والله جاد بكثرة في الاختبار بس ايش جت تسميع يعني ما جت حفظ حفظ كده علامات الاعراب علامات الاعراب طبعا هنا مغيرها عن السنة اللي فاتت ناصر مغير الصيغة شوية صيغة الصفحة هذه مغيرها شوية لذلك اللي عندهم كتاب 20-22 حيلاقوا فيه فرق شوية علامات الاعراب المفرد وجمع التكسير لهم طريقة جامع المذكر السالم ليه طريقة جامع المؤنس السالم ليه طريقة المسنة ليه طريقة الممنوع من الصرف ليه طريقة الأسماء الخمسة ليهم طريقة الأفعال الخمسة ليهم طريقة واللهم بلغت اللهم فاشهد صفحة سبعة هذه لا يخلو اختبار من أربعة أسئلة فيها يعني تخيلي عندك صفحة ستة أو صفحة سبعة تلاقي سبعة أسئلة من الصفحتين هدوة نحو أي اختبار أي اختبار تحصيل سواء تختبر يوم اثنين يوم ثلاثة يوم خمسة يوم ستاشر هتلاقي سبعة أسئلة من الصفحتين هدوة لكن بفضل من الله هو مننا بفضل من رب العالمين إنهم صاروا يجيبوا من الصفحة هذه لصعوبتها جابوا فيها تسميع بس يعني يقول لك مثلا الاسم المفرد أو يجي سؤال ثاني جميع التكسير يعرف به يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجرب الكسر حفظ بس يا بنا هذه الصفحة احفظوها فقط وحناغد كل حرف فيها درس الصفحة هذه كل كلمة فيها درس الثاني جالي الصفحة هذه عشان تضمنوا الأسئلة اللي فيها حفظ بس والله حفظ جاء العام الماضي جاء العام الماضي تسميع بس يعني مثلا جاء العام الماضي جمع التكسير يرفع بالواو وينصب ويجرب الياء يجينا كذا يرفع بالواو وينصب ويجرب الياء هو جمع التكسير جمع مذكر السليم عدراته يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجرب الكسر تيجي كذا يا بنا تشوفوا يرفعان يرفعان بالضمة وينصبان بالفتحة ويجران بالكسر هما المفرد وجمع التكسير جمع المذكر السالم وجمع المؤنس السالم الممنوع من الصرف والمسنة ناخذ المفرد وجمع المذكر السالم اكتبوا على الصفحة هذه حفظ مثل اسمنا صفحة سبعة اكتبوا كده حفظ بلا فهم والفهم بعدين كده اكتبوا كده حفظ بلا فهم والفهم بعدين في كل الدروس لان اللي بيبدأ يفهم هنا في الصفحة هذه بيزعج نفسه وبيبدأ وبقى المساكين يتهموا نفسه ما أنا ترى ما افهم نهو والله يا دكتور أنا ما افهم عجائزة لا 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 هذه الصفحة فيها نحو كله تهمين عليها هذه صفحة سبعة هذا صفحة 7 وكان هذه سبب في أن 90% من بنات الأذبة يتهمون نفسهم بالغباء سبب 90% من بنات الأذبة يقول ترى أنا ما أفهم نحو لا إنت يخطب تفهمه كل حيدي والله إنت جميل ما تقولش على نفسك كده لكن هذه الصفحة فيها النحو كامل يعني إحنا رح ناخد المفرد ورح ناخد جمع التكسير في درس ورح ناخد جمع المذاكر السالم في درس ورح ناخد جمع المنانس السلم في درس ورح ناخد المسنة في درس ورح ناخد الممنوع من الصرف في درس ورح ناخد الأسماء الخمسة في درس ورح ناخد الأفعال الخمسة في درس يعني ما تقلقوش هذه الصفحة حفظ ومن فضل رب العالمين أنها تأتي في الاختبار تسميع تبقوا كده على الصفحة هذه تأتي في الاختبار تسميع فحنحفظ كده المفرد وجمع التكسير يرفعاني بالضمة ينصباني بالفتحة وجراني بالكسرة الصفحة هذه انسي نفسك إنك في نحوه يعتبر نفسك في التاريخ ولا في الجغراف يحفظه وسمعه وكل كلمة هنا هناخدوها بعدين الحدائق اسم مفرد ولا جمع الحدائق جمع فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجرى بالكسرة الحدائق ترفع بالضمة جامع المذكر السلم نحفظها كده يرفع بالواو وينصب ويجر بالياه السؤال هذا جاء العام الماضي بعدد شعر الراف ما خل اختبار العام الماضي من هذا السؤال كذا يقول لك يرفع احيانا يقول لك يرفع بالواو وينصب ويجر بالياه هو أو فما هو نقول جامع المذكر السالم وحيانا يجي يقول لش بالواو رفعا والياء نصبا وجررا فما هو جامع المذكر السالم شاهدت اللاعبين اللاعبين جامع المال السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياه هنا فيها نصب بالياه برضو حنحفظ حفظ يا بنا اشتركوا في القناة